ظاهرة انتشرت انتشاراً واسعاً في أماكن متفرقة من العالم أطفال لم يتجاوزوا الخامس عشر من العمر يحملون الأسلحة وحتى المعدات العسكرية يشاركون في القتال مثل الجنود لكنهم يموتون أطفالاً ظاهرة ليست بغريبة عن مشهد الصراعات الدولية هذه الظاهرة تعرف بالأطفال الجنود الذين تحولوا إلى آلات قتل من هم الأطفال الجنود ما هو عددهم ولما يتم تجنيدهم في الصراعات المسلحة وما هو يوم اليد الحمراء وما هو موقف القانون الدولي منهم هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان من هم الأطفال الجنود بحسب الأمم المتحدة؟ أحبائي لقد أصبحت مشاركة الأطفال في الحروب ظاهرة منتشرة وملفتة للنظر في مناطق عديدة من العالم إذ يتم استغلالهم من قبل مجموعات عسكرية تجبرهم على المشاركة في النزاعات المسلحة من خلال تدريبهم على القتل أو استخدامهم في نقل المعدات والأسلحة وبحسب الأمم المتحدة فإن مصطلح الأطفال الجنود يشير إلى الأطفال دون سن الثامن عشر عاما والذين تستخدمهم القوات المسلحة في عملياتها العسكرية بأي شكل من الأشكال سواء مقاتلين أو حمالين أو جواسيس أو حتى لأغراض جنسية أو حتى منفذين لعمليات انتحارية للأسف كما هو الحال في أفغانستان أكثر من 250 ألف طفل متورطون يشاركون في النزاعات المسلحة حاليا قد يكون من المستحيل تحديد أعداد الأطفال الجنود بل أن الأمم المتحدة نفسها لم تعد تعطي أرقاما دقيقة لهم ووفقا للخبراء المتخصصين بقضايا الأطفال المجندين فإن كل الأرقام التي نذكرها هي مجرد تقديرات بل أن التقديرات ليست متاحة في جميع حالات الصراع ومع هذا فإن هناك حقيقة لا تقبل الشك بحسب الأمين العام للأمم المتحدة وهي أنه هناك على الأقل سبعة جيوش وطنية وخمسين جماعة مسلحة تقوم بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وعلى رأس تلك الدول بحسب الأمم المتحدة جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية الكونغو ديمقراطية مالي نيجيريا الصومال جنوب السودان يبدو واضحا أن القارة الأفريقية تستحوذ على نصيب الأسد في تجنيد الأطفال الجنود والجديد بالذكر أن هذه الظاهرة ليست حكرا على أفريقيا وبأي حال من الأحوال فإن أقل تقدير حول عدد مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة تشير إلى وجود أكثر من ميتين وخمسين ألف طفل جندي في العالم أسباب التجنيد من قبل القوات المسلحة أحباء يتم تجنيد الجنود الأطفال عادة لأن الجماعات المسلحة تعتبر أنه من السهل التخلص منهم وأن الحفاظ عليهم قليل التكلفة هذا بالإضافة إلى الانتشار الكبير للأسلحة الآلية الخفيفة والتي يمكن للأطفال التعامل معها بسهولة ولا ننسى أن الأطفال يقوبون بالقتل دون خوف ويطيعون الأوامر حتى دون تفكير أحبائي لقد وصل الحد ببعض الجماعات المسلحة إلى إجبار الأطفال على تعاطي المخدرات لكي يصبح من السهل عليهم أن يقتلوا حي بدون أي مشاعر وبمجرد إدمانهم على المخدرات سيفعلون أي شيء يطلبون أحبائي لقد تم تجنيد غالبية الأطفال بالقوة إما عن طريق اختطاف أو الإكرار وهو مع ذلك التشير الدراسات أنه لا يزال هناك جنود أطفال ينضمون إلى الجماعات المسلحة لمحظ إرادتهم إذ يلجأ الأطفال في البلدان الفقيرة إلى الانضمام إلى الجماعات المتحاربة التي توفر لهم الأمور التي لا يمكنهم الحصول عليها مثل الطعام والماء حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أحبائي ينص القانون الدولي صراحة في العديد من الاتفاقيات على إلزام أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابير الممكنة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة سواء كانت تلك النزاعات المسلحة الدولية أو حتى الأهلية سواء مشاركتهم بشكل مباشر في النزاعات المسلحة أو بطريقة غير مباشرة ويعتبر مشاركة هؤلاء القصر في النزاعات المسلحة انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئه لبل جريمة دولية تجنيد الأطفال جريمة حرب بحسب المحكمة الجنائية الدولية أحبائي بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن تجنيد الأطفال إلزامياً أو طوعياً في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية حيث أن أهم قرار قد صدر عن المحكمة عندما أدانت المحكمة الكونغولي المجرم توماس لوبانغا بتهمة تجنيد أطفال ويعد هذا الحكم وهو أول حكم يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بشأن تجنيد الأطفال خطوة رائدة على مصار محاربة الإفلات من العقاب يوم اليد الحمراء أو اليوم العالمي لمواجهة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكري أحبائي يحتفل المجتمع الدولي يوم 12 فبراير من كل عام بيد اليد الحمراء وفي هذا اليوم العالمي تتم مناشدة القادة السياسيين وتقام الفعاليات في جميع أنهاء العالم للفت الانتباه إلى مصير الجنود الأطفال الذين يجبرون على العمل كجنود في الحروب وعلى الرغم من تجريم القانون الدولي تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية لكن تظل ظاهرة الأطفال الجنود مستمرة ومصدر قلق للمجتمع الدولي تحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها لا يجب منع انتهاكات حقوق الطفلي فقط بل التصدي لها قبل وأثناء وبعد النزاعات تابع مصدر قوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة